حقيقة كيف قرأت موقف المرجعية هذه المرة لجهة انه بعد نحو ساعة او اقل خرج بيان من مكتب رئيس الوزراء يشير الى ان السيد عادل عبد المهدي سيقدم استقالته بين قوسيا ما الذي حصل مرحبا بك وبالمشاهدين دكتور علي وانا سعيد في البداية لانه سيكون ضيف في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المحترم سبعة ايام تحياتي اليك بداية باسم الشهداء والجرحى والمعتقلين ومن يرابط في ساحات الاحتجاج ابتدء الحديث فيما يخص هذا الموضوع يعطي انطباع مباشر ومهم ايضا على انه المرجعية تقف على مستوى واحد من جميع العراقيين وبعد متابعتها للأحداث وما يجري في العراق هي من خلال خطب الجمعة كما تعودنا وتعودنا عليها تلمح الى اكثر من مسألة قد تهم العراقيين جميعا وفيما يخص الشأن السياسي في الخطبة الثانية ولذلك بعد الاحداث التي جرت في محافظات الجنوب العراقي تحديدا في ذيقار وايضا الاحداث التي في النجف ايضا حدثت بالتالي كان من الممكن انه من الضروري جدا ان تلوح بهذا التلويح على ضرورة دعوة مجلس النواب للتلويح في هذا الموضوع لاعادة النظر على الاقل فيما يجري لانه الحكومة المنتخبة والسيد عادل عبد المهدي تحديدا المنتخب كانت نتيجة اتفاق ما بين الكتلتين الاكبر داخل مجلس النواب سائرون والفتح وبالتالي هم من يكون المسؤول المباشر على هذه الاقالة لذلك التلميح كان واضح على ما اعتقد ولا يحتاج الى تفسير ومحللين وخبراء حتى من الممكن ان يتحايل او من الممكن ان يؤول بمعنى ادق من قبل السيد عادل عبد المهدي او من قبل شخصيات اخرى فلذلك بادر السيد عادل عبد المهدي وايضا لابد من الاشارة الى نقطة مهمة انه السيد عادل عبد المهدي بعد هذا الخطاب من قبل المرجعية بادر الى انه اعلان تقديم استقالته وارسالها الى البرلمان يعني بتوضيح اكثر كان يفترض بعد هذه الدماء ان يبادر قبل انه هذه الاحداث وقبل هذه الدماء الكثيرة التي سالت في ساحات الاحتجاج كنا نتأمل مع الاسف الشديد لم يحدث هذا الشيء كنا نتأمل ان ينظر الى هذا الامر ان ينصاع لمطالب الجماهير لساحات الاحتجاج كان من المفترض ان تحدث هذه القضية قضية الاستقالة من قبل عادل عبد المهدي منذ بعد الواحد من تشرين لانه في واحد تشرين حدث ما حدث وانتم تعرفون والكل شاهد ما حدث في واحد تشرين وبعدها انقطاع الانترنت حاولوا قدر الامكان تكتيم ما حدث ومنع اظهار الخارج لانه ظهر لانه دم دم الشهداء لو سمحت لي استاذ سلام حقيقة ما ظهرت اليه مقدر ومحترم ملاحظتان في هذا الشأن الاولى انه الرجل لم يكن للمرة الاولى مستهدفا من قبل المرجعية لجهة نقدها المباشر للحكومة وبوصفه رئيسي هذه ليست المرة الاولى بل هذه قد تكون على الاقل المرة الثالثة او الرابعة على التوالي اسبوعيا ولكنه في المرات السابقة لم يقدم على الاستقالة ولكنه اقدم هذه المرة هذه الملاحظة الملاحظة الثانية ثمت من يشكلها عليكم الا وهي انه لماذا هذا التركيز على عادل عبد المهدي فيما النظام الذي انتجه مع ذلك قائما وفاعلا ولم ينل من سهام النقد والتشكيك عشر ما نال عبد المهدي ما ردك نعم دكتور علي فيما يخص الملاحظة الاولى طبعا التلويح في الخطبة السابقة المرجعية كان كلامها واضح جدا لم يكن بوضوح في الخطبة يعني اوضح كان يعني بمعنى اخر بانه كان بصيغة شبه مباشرة انصح التعبير لسيد عادل عبد المهدي بدعوة البرلمان الى مراجعة واعادة النظر هذا شيء واضح كان مقصود لسيد عادل عبد المهدي انا هنا لست بمحل تفسير ما تقوله المرجعية لكن هذا واضح شيء يعني واضح جدا كان وبالتالي عادل عبد المهدي يا سيد عادل عبد المهدي يعني استبقى الاحداث دعني انوه الى هذه النقطة استبقى الاحداث لانه بعد كلام المرجعية ودعت بعد دعوتها الى الكتل السياسية الى البرلمان العراقي ان يبادر الى اعادة النظر بمعنى وكأنني به يقول دعوني على الاقل اظهر بالمظهر الجيد واقدم استقاله لانه بالتالي هو يعني بمجرد مرور او الجلسة الطارئة التي كان من المؤمل ان تجري سيجتمع البرلمان ويقيلها الكتل السياسية ستجتمع ليست انصياعا للمرجعية هذا الفعل اعتادت عليه في كل مرة وفي بعد كل خطبة انه تعلن نحن مع كلام المرجعية ونحن نطبق ما جاءت به المرجعية وكأنه الفاسدون هم جاءوا من خارج هذا الكون من خارج هذا الارض لا اعلم ماذا تقصد يعني من المقصود في كلام المرجعية عبر هذه الخطب ولسنوات طبعا في كل مرة انت تعرف بانهم يبادرون ونحن يعني نعلن ونحن نضم اصواتنا ونحن طوع امر المرجعية وما الى ذلك فبالتالي كان الامر واضح جدا للسيد عادل عبد المهدي قد ضيق الخناق عليه بهذا الشكل يعني فبادر الرجل على انه يقدم استقاله ليظهر على انه هو المستقيل لكن بالحقيقة سيوقال من قبل البرلمان بعد الكلام للمرجعية من قبل الكتل السياسية الملاحظة الثانية لسنا او حتى من يوم واحد عشر من واحد تشرين دكتور علي نحن قلنا مرارا وعبر وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ايضا ليست مشكلتنا بالذات او بحد ذاتها فقط السيد عادل عبد المهدي نحن نستهدف او نحن خرجنا لاجل اصلاح نظام بشكل شامل ويعني بكافة جوانبه انصحات تعبير لذلك المشكلة سلطت بعد سيل الدماء او بعد الخامس والعشرين وبعد التكثيف بهذا الترويع وبهذا القمع وبهذه الشدة من قبل السلطة ولا كأنه هناك دماء واكثر من 300 شهيد كان الامر مسلط بالذات على السيد عادل عبد المهدي كمطلب او الرفع هذا المطلب على الاقل اقالته وبعد ذلك نعود الى المطالب الاخرى نحن يعني هدفنا الاسمى والاكبر لا يتعلق بشخصية عادل عبد المهدي لسنا غير فاهمين او لسنا سدج حتى نعتقد بانه المشكلة تكمن في شخص عبد المهدي فقط لا وانما عبد المهدي لم يمر على تسنمه للمنصب سنة فقط المشكلة في الاحزاب المتحاصصة التي بنت وساهمت في بناء هكذا نظام فاسد وطغمة فاسدة وهي الان بنت امبراطوريات واصبحت تتاجر في كل دماءنا وقضاياه حقيقة هذا التوصيف نعم دكتور اقرب الى الدقة لجهة اننا حيال امبراطوريات هذه الاحزاب تحولت الى امبراطوريات امبراطوريات لها عمادان المال والقوة المسلحة وهم كما تعرف قادران هذان السلاحان على اخضاع اي قوة اخرى بمقابلها بهذا المعنى اذا كنا حيال هذه الامبراطوريات وهذه الاقطاعيات انشأت كيف يمكن التغيير اذا كانت هذه القوة مازالت مستمرة وموجودة وبنفس فعليتها السلمية السلمية هذا الخيار الذي نلتزم به الى الان السلمية ستطيح باكبر قوة او اكبر طاهوت موجود واكبر طاغية ولنا امثلة كثيرة في التاريخ يذكرها ومدونة في التاريخ بالتالي السلمية هي من اسقطت عادل عبد المهدي وليس خيار اخر لانه بعد الدماء التي شهدناها في محافظة الذقار وباقي المحافظات العراقية الاخرى هي من اجبرت او هي من وضعت كافة التصنيفات سواء كانت في المؤسسة الدينية او المؤسسة السياسية وما الى ذلك هي من وضعتها وضيقت عليها الخناق لتخرج بهذا القرار بالتالي وتجبر السيد عادل عبد المهدي الى تقديم استقالته هذه السلمية ستستمر وبالتالي كل هذه الخيارات وكل ما من الممكن ان نعول عليه هو هذا الخط او هذا الخط المتوازي لتنفيذ مطالبنا لو لا السلمية للتفوا علينا لماذا يعني نكرر ونعيد الحديث مرة اخرى وبكل جهد نشدد على قضية ان يكون التظاهر السلمي والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الامنية لاننا ندرك بانه الطرف الاخر الخص من صح التعبير الفاسد بين معقوفين يعول على قضية جر المتظاهرين او حركة الاحتجاج وشباب ثورة تشرين الوسماء حقيقة جميلين الى هذه المنطقة منطقة الصراع والتصادم حتى يقال عنا باننا نمثل وجه ارهابي جديد وما شابه ذلك ومن هذه المصطلحات التي اعتادوا على اطلاقها لكل من يحاول ويتكلم بضرورة ازاحتهم وابعادهم وينادي بانه ورقتهم قد احترقت فبالتالي هذه السلمية هي التي ستمضي بنا وهذه الخطوة الاولى انصح الكلام هذه الخطوة الاولى بعد استقالة عادل عبد المهدي للمضي نحو نيل ثمار واختطاف هذه الثمار التي بدأت قد اينعت حتى تقطف ثمار ثورة تشرين بفضل دماء الشهداء وبفضل الصامدين وهذا الصمود المقدسة الذي ترونه لان عبر وسائل الاعلام في ساحات الاحتجاج اذا استاذ سلام ما ذهبت اليه مهم لجهة تدعيم الخيار السلمي وقوة الاحتجاج هنا في سلميته كلما كان سلميا كلما كان قويا ملقيا الحج على حتى من يواجهه او ينوي مواجهته بالقوة اسألك انطلاقا من هذا المعنى طالما انتم في الحراك الشعبي مستعدون لهذه المطاولة اسألك غدا الرجل لنفترض السيناريو التالي غدا الرجل سيستقيل سيذهب هو وحكومته في حكومة تصريف اعمال وستمضي القوة المعروفة والقوة المتنفذة ستمضي وقتا طويلا حتى تصل الى بديل ما موقفكم حيال ذلك هذه نقطة مهمة انا اشكرك للتلويح الها والتطرق اليها دكتور علي واهم يعني حقيقة واهم كل من يظن انه هذا الجمهور او هذه المجاميع الهائلة والاعداد الهائلة من الشباب الذين خرجوا منذ الاول من تشرين مشكلتهم في شخصية رئيس الوزراء او ما شابه ذلك ولربما انه سيتم استبدال السيد عادل عبد المهدي هذه النقطة يعني ليست خيارنا وانما نحن خيارنا بوضع قانون انتخابي جديد تعديل الدستور انتخابات مبكرة فكل او اي جهة سياسية الكتل السياسية وهذا يعني نداء من خلال شاشة التغيير كل الكتل السياسية عليها انتعي انه لا من غير الممكن ان يقبل المتظاهرون المتواجدون في ساحات الاحتجاج بهذه النقطة ولربما يظنوا بانه من الممكن ان يتفقوا مرة اخرى على وضع شخصية بديلة لسيد عادل عبد المهدي حتى وان طال الوقت وهذا تزييف وتضليل ايضا نحن نرغب ب نعم دكتور حتى وان طال الوقت سألتك لا دكتور يعني ما اعتقد انه سيطيل لانه المبادرة لنا المبادرة اليوم اختلفت الزمن الظرف اختلف هناك تاريخ جديد قد بدأ بعد الواحد من تشرين لذلك هم الان مجبرون ومن غير الممكن ان يستمروا بالمماطلة والتسويف التي اعتدناها على مدى 16 سنة لذلك سيضطرون الى القبول بكل ما خرج لاجله الشباب المتواجد في ساحات التظاهر وهم الان مطالبون بقضية مهمة جدا وهي اجراء يعني بعد هذه الحكومة بعد رحيلها حكومة تصريف اعمال ومن ثم الانتقال والتمهيد الى انتخابات مبكرة وتعديل دستور ووضع مفوضية انتخابات مستقلة من قضاة واساتذة الجامعات وما الى ذلك هذه المرحلة وهي مهمة التي تشير اليها بين قوسين هناك من يرى من بين يعني اساطين السلطة اليوم في العراق انه ان وافقوا عليها فانهم يحفرون بين قوسين قبرهم بايديهم كيف تتوقع كيف تتوقع لسلطة اعتمدت شراء الاصوات بالترهيب والترغيب وجابت سلطات بين قوسيا المستقلة تغطي على مسرحية وجودها بالسلطة كيف تتوقع الناس ستسلم هذه السلطة التي تدر عليها ذهبا وسلطة ونفوذا وحكما مطلقا كيف من الممكن ان تسلم لمجموعة قالت لا نعم دكتور نقطة ايضا مهمة اشكرك اله يعني على ما اعتقد مضينا اكثر من خمسين يوم في ساحات التظاهر بعد ذلك كمجتمع عراقي دعني افصل او اخوض في هذا المضمار كمجتمع عراقي في الغالبية يعني يخضع يعني بين معقوفين العم العراقية العم الشيعية سواء كانت عمامة اخرى هو يعني منحاز الى الذهاب الى الاستماع الى رأي الرجال الدين وما الى ذلك بعد هذه الايام وبعد هذه الفترة انت شاهدت بانه كانت القضية هي مرهونة في كلام المرجعية الجميع الان ينتظر كلام المرجعية وبالتالي خرجت بهذا الموضوع او التلويح ودعوة مجلس النواب واعقبها الاستقالة لسيد عادل عبد المهدي بالتالي انا اعتقد هذه الايام والايام الاخرى ممتاز سلامة القوة سيبقى هذا السوء القوة نعم نعم سيبقى هذا القوة التي تهددكم وهذا ليس سرا القوة التي تهددكم بل والتي قد تكون قد تكون قد استخدمت القوة ضد ساحة التظاهر هذه القوة لا تؤمن بالمرجعية اصلا ولا تقلدها ولا تقيم لها اي اعتبار وبالتالي الرادع الديني والاخلاقي والاجتماعي الذي توفره المرجعية لا غير متوفر عند هؤلاء تعريتهم على مدى هذه الايام او تعريتهم على مدى ثورة تشرين المباركة عرتهم اولا دعني اقول بكل صراحة اصبحوا عرات امام قواعدهم الجماهيرية وبالتالي الان الكرة في ملعبنا يعني انا ذكرت نقطة مهمة جدا حتى اذا كانوا لم ينصعوا الى رأي المرجعية سيكون بمواجهة يعني مدفع كبير جدا مدفع شعبي مدفع ملتزم بقرار و اوامر المرجعية الدينية فبالتالي لا اعتقد انهم سيتمكنون من ذلك حتى اذا كانت قوتهم او وسائلهم من المال او السلاح او الاعلام وتأمل من خلال قراءتك استاذ سلام تأمل آسف تأمل من خلال قراءتك وهي مهمة لمواقف المرجعية انها ستظل سندا كما ذهبت ممثلة بسيد احمد الصافي قبل قليل ذهبت الى القول لانها مرجعية الشعب اعتدنا عليه من واقف طبعا جميلة جدا دائما هذا ما اعتدنا عليه من واقف جميلة جدا يعني وهي مشكورة من قبل المرجعية الدينية التي اكدت يعني في بعد الامر في التصريح قبل قليل اللي ظهر على الشاشة بانه هي للشعب ومن اجل الشعب وإلى الشعب فبالتالي لا اعتقد انها من الممكن ان تنزوي وتتخذ جانب اللامبالات وما الى ذلك لانها ستصبح ايضا محرجة امام قواعدها الجماهيرية لا اعتقد ذلك هذا مهم شكرا للمشاهدة